مجادة ثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد وعيد الفطر المبارك وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة له أمام مجلس النواب أن الاحتفالات تطعنق وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض ديانات والحضارات لترسل لمصر والعالم أجمع رسالة محبة وتسامح تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء ويمارس الوطنية في أروع صورها بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد وبهذه المناسبة عرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهنئة القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة تسبيحة الإسلامي والقبطي بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة وقرب حلول عيد الفطر المبارك معتبرا أن تلاحم أعياد الأخوة الأقباط مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر يمثل دلالة مهمة على تنوع نسجيها الوطني الذي كان دوما سر تفرض مصر عبر العصور ومصدرا لقوتها وعظمتها جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وجه مدبولي بسرعة استلام الموظفين المنتقلين العامل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في هذه المنطقة من مدارس ومراكز طبية وخلافه كما وجه بتيسير آليات نقل الموظفين إلى الحي الحكومي من مختلف المناطق عبر منظومة النقل الجماعية التي وفرتها الدولة وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الحكومتات تعمل على حل أي تحدي يواجه الموظفين من أجل الانتظام العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة معتبرا أن مثل هذه التحديات أمر متوقع في بداية انتقال الحكومة لمقارها بالحي الحكومي وفق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين للموسم الحالي ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهة الرئيس السيسي بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي مشيرا أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع وتشجيع على التوسع في ذراعة المحاصيل الاستراتيجية كما يسهم القرار في تخفيض الفطورة الاستراضية يتوجه وزير الخارجية سامح شكر إلى عاصمة التركية أنقرى غدا بناء على الدعوة الموجهة له من نظيره التركي مولود تشاوش أغلو وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن زيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمصاري تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستكمال المباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركي إلى القاهرة في شهر مونرس الماضي فضلا عن التشاوري حول عدد من القضايا الأقليمية والدولية بحال الاهتمام المشترك ختم مجزء الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء